من الطبيعة أنه كل إنسان بحب يتكرم إن كان ببلده أما بالبلدين العربية كيف كان أنه أم تكرم بأبو ضبي مع المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية لهيه بتحملنا عبء كبير خاصة أنه البلدية الوحيدة لبلبنان من أصل حوالها 130-140 بلدية قدموا ملفاتهم تيتشحوا على هالجازة طرعت البلدية ديكواني هي أخذت درع الريادة بالمسؤولية الاجتماعية إضافة لعدد بلدين منهم خمس بلديات من هالبلدين منهم بلدية أبو ضبي أهم شيء أنا شعاري أنه البشر قبل الحجر اشتغلنا الماء اشتغلنا التنمية اشتغلنا الصحة اشتغلنا بيئة اشتغلنا سقافة استغلنا كل ما يمكن أن تتخيلي من أول اشتغلنا موسيقى اشتغلنا شعر اشتغلنا رياضة كل الأمور التي تعني البشر وخاصة أنا بشدد هنا شددنا على البيئة وعلى الصحة يعني فيه أشخاص كتير ساعدناهم موضوع الصحة كنا بنعمل عمليات زرع كرنية وعمليات ماء زرع إضافة إلى زرع كلي لأبناء أما بحاجة لكلي لأن ممكن لسمح الله أن يصير معهم تدهور صحة هذا الموضوع أنا بيعنيه لكتير وابعتبره وسام على صدر إضافة إلى المساعدات المدرسية والجامعية لأننا اتفقنا مع مصارف ومدارس حددنا وخفضنا لخمسين بالمئة والمصارف أعطيت يعني بكل مدرسة وكل جامعة تبنت تلميذ أكيد من الشطار شطرين المشاكل السياسية الوعية باللبنان عم تأثر على عملنا بس وقت يكون فيه إرادة إجمالنا فيك تعمل المطلوب والمطلوب خاصة بالأزمات هلأ اللي نحنا عم بتصير ببلدنا أن نشتغل أكتر وأكتر تنقدر نقوم ببلدنا إذا كانت بلدية تتعاطى هذا الشأن متنوع متعاطى كبلدية ديكانة أما غيرها لأن في عديد بلديات الحمد لله ممتازين لبنان برجع بيوقف على إجراء أنا برأيي لبنان قائم بالوقت الحاضر هو على البلديات ما في رأيي الجمهورية للأسف تأمل أنا انتخاب بأسعى وقت ممكن مجلس النواب مش عم بشرع ما عم بيقوم بدوره مثل ما لازم ومؤدد له وفعا للدستور مخالف للدستور أنه كمان المجلس الوزراء وقت قررته عم تكون غير قابل للتنفيذ وعم بيكون فيه تخبطات سياسية ناتجة على المشاكل الموجودة إن كان بالشارع المتوسط أما بالعالم العربي ترجمة نانسي قنقر